مليون مشترك لأي أحد متردد في إنشاء قناة جيدة أو فعل شيء جيد أي أحد عنده شيء جميل شيء جيد شيء هادف يطلع ويعرضه شيء يفيد بغيره سواء كان بمقابل أو بدون مقابل لا تتردد أنا بقول كده لأني نادم أني أجلت هذه القناة لأكثر من سبع سنوات من حوالي 2009 وأنا نفسي أعمل هذه القناة لكني متردد كيف رح يطلع مظهري؟ كيف أتكلم قدام الكاميرا وأنا أصلا عندي رهبة منها؟ لو ما نجحت إيش يقوله أصحابي ومعارفي والناس؟ أصلا صوتي ومنظري بايخ اللي حابب أقوله لا تعمل غلطتي وتتردد لو كنت متحمس لشي تقوم فيه وفيه خير حرك حالك وقوم مشروع، رحلة أو مغامرة، دراسة، موهبة، عمل أو بيزنس تفكر فيه أو قناة على يوتيوب توكل على الله وكفاية تأخير أنا ما أقول إرمي نفسك بدون تفكير لا، ادرس الأمر، ابحث، اقرأ، استشير الناجحين في المجال وبعدين إرمي بثقة لك كله كفاية أخير وتردد حط في بالك أنك أنت ما رح تبدأ في القمة رح تبدأ من بداية السلم لكن أوعدك أنك رح تتحسن أنا أذكر بعد حوالي عشرين حلقة شفت أول حلقة ليا وكنت رح أشنق نفسي لا صوت ولا صورة لكن مع الوقت والخبرة ومتابعة الناجحين رح تتحسن شوية شوية وتصير في القمة توكل على الله وابدأ مرة تانية شكرا للمليون ولما بعد المليون شكرا لكل دعوة وكل تقدير وكل احترام شكرا لكل مداخلة وتعليق شفته وآسف لأي تعليق فاتني بين آلاف التعليقات وما شفته شكرا لاختلاف الرأي والمناقشة الراقية شكرا لكل مصافحة وصورة وابتسامة وسلام لأي أحد قابلته في جدة أو خلال سفري حول العالم شكرا للثقة كل عام وإنت بخير سوي شي طيب وابدأ أشوفك فوق القمة في أمان الله